مصر تؤكد منذ بدء الأزمة في السودان أهمية التعامل مع الأمر باعتباره شأنا داخليا سودانيا لافتة إلى خطورة أي تدخل خارجي في الأزمة أيا كان مصدره وبالتوازي مع هذا الموقف عملت مصر بشكل حتيت على إجلاء المواطنين المصريين من السودان من خلال التعاطي مع الموقف باحترافية شديدة وبحكمة للحفظ على أرواح المواطنين المصريين المزيد مع الزمير رغائي رمزي دور حيوي تقوم به مصر منذ بدء الاشتباكات ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ولم لا؟ والقاهرة تنظر إلى الخرطوم على أنها شقيقة وامتداد طبيع لها خاصة أن السودان يمثل الشقة الحيوية للأمن القومي المصري ومصر تمثل شقة حيوية للسودان ورغم كل ظروف حرصت مصر على أمن وسلامة ووحدة أراضي دولة السودانية وسعت إلى إيجاد حل الأزمة الراهنة وحقن دماء الأشقاء السودانين وهو الأمر الذي دفع الرئيس السيسي لتوجيه نداء عاجل مع نظيره من جنوب السودان لوقف إطلاق النار في السودان كما نشد الأطراف المتحاربة بتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني ومذن بدء الأزمة وضعت نصر نصب عيونها المواطنين المصريين في السودان فسابقت الزمن وتعاملت مع الموقف باحترافية شديدة حتى عودة أبنائها من القوات المسلحة والمواطنين في رحلات قوية مخطط لها بدقة وبرز دور القيادة السياسية في إدارة الأزمة بحكمة بالنظر لتعامل دول العالم في عمليات الإجلاء لرعاياها ولأن السياسة المصرية قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول راعت مصر عدم تدخل في شؤون الشعب السوداني فهو الوحيد القادر على اتخاذ القرار الصائب المناسب له بدون تدخل من حد خاصة وأن توجه مصر السياسي تجاه الأزمة أشهد به الكثير من الأشقاء لأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتترك الحرية لأبناء الشعب السوداني لاختيار ما يناسبهم ومع اشتعال الأزمة فتحت مصر معبر أرقين الحدودي مع السودان الذي يعد نافذة الأمل للسودانيين الهروبي من الاشتباكات والرصاص داخل بلادهم إذ قدمت مصر تسهيلات للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى لمختلف دول العالم عبر منفدي قصط الأرقين البريين والحدوديين مع السودان تم فتحه نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في الميناءين لتقديم الخدمات الإغاثية للعائدين من السودان إذن دور المحوري المصري في رأب الصدع ما بين الأطراف السودانية وإجلاء المصريين منذ انضلاع الأزمة خير دليل على مدى توفر التعامل الرشيد للقيادة السياسية مع الأزمات التي تتطلب الحكمة وسرعة اتخاذ القرار المناسب حفاظا على أمن وسلامة المواطن المصري في أي مكان والحفاظ على سيادة الدولة شكرا لكم